هذا وتستعد مدينة العالمين الجديدة لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حيث تتم التجهيزات على قدم وساق بالمنطقة الترفيهية التي تستضيف المهرجان الذي يأتي في هذه النسخة احتفالا بمرور ستين عام على انطلاق الدراما ومن المقرر أن يشهد المهرجان حضورا كبيرا من الفنانين وأيضا توزيع الجوائز الخاصة بالأعمال الدرامية وأفضل الممثلين على مدار العام للمزيد مشاهدنا ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية يعني يطلعنا على أبرز وآخر الاستعدادات لإفتاح مهرجان الدراما وأيضا الكواليس وأبرز النجوم الذين بالفعل حضروا للمشاركة في هذا المهرجان أهلا بك رجائي وأهلا بك ليلى وبكل أستاذ المشاهدين نرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة بالفعل نتابع معكم كما ذكرت الاستعدادات التي تتم على قدم وصاق لاستقبال الحدث الأهم والأبرز غدا الخميس وهو مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية دعني أولا ننقل لك الأجواء هنا في المنطقة الترفيهية التي ستستقبل غدا المهرجان الأجواء مبهجة جدا في هذه الساعات التي تكون قبل انطلاق المهرجان غدا فبالتالي هذه الأجواء تشير إلى أجواء أكثر بهجة غدا في مهرجان القاهرة للدراما التجهيزات تتم على قدم وصاق هنا من حيث تجهيز المصرح وأيضا تجهيز أعمال الإنارة المختلفة لاستقبال كل الفنانين غدا في المهرجان هذه المنطقة ستفتح أبوابها بدءا من الساعة الخامسة مساء غد الخميس لاستقبال الصحفيين والإعلاميين واستقبال أيضا كل الضيوف في هذا المهرجان وهذه المنطقة هي من المناطق المميزة في مدينة العالمين الجديدة حيث تطل مباشرة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وأيضا على أبراج مدينة العالمين هذا بالإضافة إلى حالة التقس الجميلة غدا ستكون هذه النسخة ليس فقط مميزة لأنها تكون في مدينة العالمين الجديدة لكن أيضا لأنها تأتي للاحتفال بستين عام دراما والاحتفال بأول إنتاج درامي وهو احتفال بأول مسلسل درامي وأيضا سيكون هناك عدد من الجوائز الكبيرة ستكون خلال المهرجان وأيضا المهرجان فتح التصويت للجمهور للتصويت على أول ممثل صاعد دور أول ودور ثاني وأول ممثل أو أفضل ممثل صاعد بالإضافة إلى أفضل ممثل والتكريم أو الجوائز ستكون على مدار العام وليس فقط على الأعمال الدرامية التي أنتجت في شهر رمضان الماضي فبالتالي هناك استعدادات كبيرة تتم أيضا خلال المهرجان غدا سيكون هناك بعد امتهاء المهرجان حفل فني كبير يجمع ما بين الفنانين الشعبيين مسلم ومحمود الليثي وعدوية فأيضا سيكون هنا في العالمين أرينا فبالتالي استعدادات تتم على قدم الوسطق وهناك أيضا حركة سياحية كبيرة من المترددين والزائرين للمنطقة الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة نعم نحن طبعا في انتظار لافتتاح مبهج ومبهر لهذه النسخة من مهرجان الدراما أشكرك شكرا جزيلا مرسل التلفزيون المصري محمود جميل شكرا جزيلا